اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وريو العهد نايب القادة العلاء نايب الاول رئيس مجلس الوزراء اكد على الاستمرار في تعزيز دور قطع تقنية المعلومات والاتصالات وتطويره لموصلة نمائه باعتبار احد الركائز الدعمة لمسارات التنمية الشاملة منويها نسمه بالخطوات التي تمت على صعيد هذا القطع الحيوية والتي اسهمت في تحريره واستقطاب المزيد من الاستثمارات مشيدا بدور خبرات الكوادر الوطنية التي ميزت هذا القطع واسهمت في الانجازات والنجاحات التي احرزها وعزز ازدهارها وريادتها ونوى سمه بما تمتلكه البحرين من مقاومات متينة ومتميزة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تعتمد اليها في عملها الطموح الامر الذي يتطلب مزيد من الجهود لموصلة النمائل هذا القطع جاذرك لدى اللقاء سمو يحفظه الله بقصر اقضبية اليوم نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة هواوي جيو بينك حيث اشهد سموه باسهمات الشركة في تطوير شبكات الاتصالات في البحرين عبر شركتها مع مزود خدمات الاتصالات في المملكة والتعاون البناء بينهما بما يرفض قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بكل جديد ويسهم في موصلة تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات مشيرا سموه لان نماء قطاع الاتصالات المستمر في المملكة جعل منه اكبر القطاعات التي توفر فرص التوظيف النوعية للبحرينيين وخلال اللقاء سرد سموه اهم المنجزات التي حققتها شركة هواوي على المستوى العالمي والاقليمية وخطط الشركة نحو التوسع في الاسواق العالمية عبر تقنيات الحديثة والمبتكرة التي تصعى الشركة لتحقيقها متمانيا للشركة التوفيق والنجاح في سعيها نحو تحقيق اهدافها من جانبي عرب نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة هواوي عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القاعدة الاعلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وما ابده سموه من اهتمام باسهمة الشركة في البحرين منويا بما تتمتع به مملكة البحرين من مقاومات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومتمنيا لها مزيدا من التميز والتفوق في المرحلة المقبلة